السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة حلوية مايري و ان شاء الله نحضر معكم بيزة سائلة كجي رائعة كجي زوينة بزيف وسهلة في التحضير و ندوزل المقادير و طريق التحضير نسبة المقادرة لدينا جشكسين ليلة طقيق لدينا كاس صغير فينو لدينا معلقة كبيرة ليل حليب بودرة معلقة الخميرة الثورية معلقة ديل الزعتر معلقة صغيرة ديلة الملح بيضة واحدة و المعلى حسب الخالي نتويس من لف طريق التحضير ناخد ايناء و نهرس فيها بيضة و نوضع جشكسين ديلة و المبع باركاس العنفة معلقة كبيرة ديلة حليب بودرة معلقة ديلة الخميرة الفورية معلقة صغيرة من الملح معلقة ديلة الزعتر نحكوها بهالطريقة نخلط الخالي دينا جيدا بعد ما امتاز جولينا المكوينة جيدا نضيف كاس ديال الفينو و كاس و نص ديال الطقيق بالنسبة لي انا استعملت جشكسين ديو الما و جشكسين دول الطقيق و كيبقى على حسب النوعية ديال الطقيق يمكن لكم تنقصو او تزيدو على حسب النوعية ديالو و نحركو في الخالي ديالنا و نضيف شوية دقيق اللي بقالية سيصبحت خالي ديالنا بهالطقيق كما كتلاحظو ما تسقيش بزاف سوف نضعوه جانبا و ندوزوه بش نشوفو مقادير ديال الحشو ديالنا بالنسبة للمقادير ديال الحشو ديالنا هدنا لسو سطومات هدنا فلفلة خضرة و حمراء اللي قطعناه من دوائير هدنا شوية زيتون اسود هدنا علبة منتونة هدنا موزاريلا و نوضعوه مقلع على نار مهيلة و نوضعو فيها القليم الخاليط و نوزعوها طريقة و نغطيوها و التقبلي فيها توا نسدوه بج ما يخرج لنا الهواء سبال لنا العجينة ديالنا نشفات و بدأت تتحمر من الأسفل ديبا غن ندوزو بش نوضعوه علي الحشو ديالنا بج ما يضعوه اول حاجة أول حاجة غنوضع السوس طومات لحضرتو في منزل جوجوش ماطيشت فلفلة حمراء تحنتهم ديبا غنوضعوه ارباحهم جوجوه زيت اللي بزار شوية شوية الملح شحرتهم تنشفت لنا هذا الصوص ديانا جيدا تبا هنبدو نوضعه فيها بهالطريقة ونوضع للمتزاريلا بهالشكل بالنسبة لي انا كنوضعها هي اللولة باش ما تخسرش ليا الشكل ديال البيتزا ونوضع عليها تسونة بهالطريقة ونوضع عليها الفلفل حمرة وخضرة بهالطريقة ونوضع عليها شوية زيتون اسود كليكم ندروا الاخضر ونوضع عليها شوية مستريلة ونغطيها نخليها طيب من بعد ما دابلنا الجبن بتكون البيتزا ديالنا طابت كما كتلاحظو كتجي رائعة كتجي زوينة بزف ومحمرة حييت البيتزا ودابا نحضر معاكم وحدة اخرى بالنسبة للخالي تخرج لي اربعة البيتزات دابا نوضع الخالي ديالي بنفس الطريقة ونغطي عليها ونخليها طيب ومن بعد ما انشفات لنا العجينة ديالنا ونوضع عليها سوس طومات وبنفس الطريقة هنوضع عليها الجب وغنوضع عليها التونة هنوضع فلفل خضرة وفلفل حمرة ونفس الطريقة هنوضع شوية زيتون اسود وغنوضع القليل من المصدر وضعوا بهذا الشكل وغنوضع على البيتزا ديالنا تصبح عليها هاد الشكل كما تلاحظوا البيتزا ديالنا رائعة زوينة بزيف دابا نحيدوها ونضوزو بش تحضرو البيتزا الثالثة فهذا واجهك لنهائي ديال بيتزا ديالنا تبا نقسم معاكم واحدة بش تشوفوا الشكل ديالا كيفيش كتشي كتشي رائعة كتشي زوينة بزيف كتشي لديدة بزيف كي ملاحظتوا معايا سريعة في التحضير ونتمنى انكم تجربوها وانا اكيدة لجربتو عدتنا الاعجاب ديالكم وما تنسوش تتابعونا في القناة باش يوصلكم جديد الوصفات والى الوصفة القادمة ان شاء الله